صباح الخير أعزائي المشاهدين صباح الخير زمالاء في الاستوديو نبدأ فقرة رياضية جديدة لهذا اليوم تدريباتنا ستكون خاصة في منطقة الأفحاد سنأخذ ثمانية أو ثلاثة مارين لهذه المنطقة حتى نقدر نتخلص من التراكم والشحوم الموجود بهذه المنطقة قبل هذا كلنا نبدأ باتهي العضلية والمفصلية نبدأ بمفصلة قبل الجانب 1 2 3 4 5 اكتاف لخلف 1 2 3 5 الامام 1 2 3 5 جزء الجانب يسار يمين أيدي ممدودة 3 4 5 6 ورك يسار يمين 1 2 3 5 ركبه للداخل 1 2 3 5 الخارج 1 2 3 5 قدم جانب 1 2 3 5 قدم الثاني 1 2 3 5 هيا جسمنا تهي عضلية مفصلية راح نبدأ بتدريباتنا تمرين الأول رجلي ويوم مستوى جسمي وفتحة رجلي وسط راح أنزل نصف دبني للأسفل أصعد مرة ثانية للأعلى أحاول على استقامة ظهري ركبتي ما أخليها تطلع للأمام أحاول أن تنزل صورة مستقيمة للأسفل أصعد للأعلى نبدأ سواء هيا 1 2 3 4 5 6 7 8 أخذنا السيت الأول 8 تكرارات أقدر أسوي 10 تكرارات 10 تكرارات وعيدة فيه ثلاثة أو فيه أربعة التمرين الثاني اللي راح أخذه رجلي راح تكون عريض الأمشاط مالتي للخارج أشير بها سوموس كوات حتى أشغل دواقل القدم فهذه الطريقة نزل نصف دبني وأطلع مرة ثانية نبدأ سواء 1 2 3 مثل ما أشوف الظهري عدل نزول للأسفل صعود صعدة ثاملة للأعلى 5 6 7 طبعا الأمشاط للخارج حتى تشتغل دواقل القدم 10 هنا تماني الثاني اتقلت 10 تكرارات وعيدة فيه أربعة أو فيه خمسة وكل سيت و سيت أخذ راح عشرين ثاني تماني الأخير راح أخذه رجلي أسال الأمام اليمين للخلف راح أنزل للأسفل أطلع للأعلى بصورة مستمرة 1 2 بحري عدل نزول الأسفل كل الزين 7 8 9 10 طبعا هذه الثلاث تمارين أقدر سيغير رجلي اليمين للأمام وليسال للخلف أخذ من الثلاث تمارين هذي وهذا كله ألتزم من هذه الغداء معين حتى يقدر أوصل للنتيجة المطلوبة والوزن المثالي بأقرب وقت وقت شكرا لكم وهذا عادر الزملاء في الستوديو في أمان الله شكرا لكم